قيل عن قفل المخلب بحسب مراقبين بأنه لها أهداف معينة إذن كما تفضلت رسائل مبطنة وتوقيت لافت أيضا يعني هناك من يرى أنه قفل المخلب توقيتها بالفعل لافت فهي تأتي في ظل فراغ يعني في بغداد فراغ حكومي في بغداد وانشغال عالمي أيضا بأزمة كورونا فهل يمكن نقول بأنه أنقرة تستغل أو تستثمر هذين الأمرين لتعزيز الزخم فيما يتعلق بعملياتها العسكرية أبدا أبدا نهائيا هذا الموضوع من يقول ذلك يعني أنا أعتقد أنه واهم ما هي ما هم قاموا بعملياتهم وكانت عندنا دولة متكاملة هذا كلام هم عندهم أهداف استراتيجية داخل كردستان يقول لك طلعوا من هالبككة وطلعوا ذو الفصال كلهم إحنا يعني اللي دتضرب الفصال الكردية التركية اللي دتضربنا من حدودكم إحنا ما ندخل والآن علاقة في هذا الموضوع من يقدر يطلعهم إحنا نكذب كذبة ونصدق بيها والله لا تقدرون طلعوهم من جبل قنديل والآن بعيني بعيني هاي شفتهم مو 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 هذا واليوم ذكرته بعيني آني شفتهم عمي انذار ممكن الأخي البياج أبو رندي ممكن يعرفه خادم عسكرية أو مخادم قبل انذار مسائي وانذار صباحي طلعون أي انذار مسائي طلعون شفتهم تحت الأجار وانذار صباحي طلعون تحت الأجار نساءهم ورجالهم وكلهم تحت الأجار حتى أنا كنت في سيارتي وقفوني قالوا أنت وين رايح زين واحد يحجي سوري كردي قلت له أخي يعني أنا بلدي إذا افترد أشوف هاي المواقع حقيقة قال لي لا مو ممنوع قلت له شون ممنوع آني آني اتكلمت يا مو غيري يعني فاشكنت شفت قطعاتهم وينفتحون وحسب الأصول وبالجبال بالانذار المسائي وينسعبون بعدين وسياراتهم وبيكباتهم وهذه كل موجود بالعين المجردين طب أنت سيسرمد أنت مدني أنت مدني زرت هاي المناطق وشفتهم بعينك طب يعني صعب على قوات البشمرق على سبيل المثال إذا كان قليم كردستان يرفض ادخال القوات العراقية لمقاتلة هذه العصابات صعب على قوات البشمرق ينهاء الأمر يا أخي إحنا ليش هس يا أستاذي عزيز هل أنفكر بالقتال خلينا ما نفكر بالقتال لا ما هو هي موجودة هنا لا 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 حظة سيسرمد سيسرمد الدستور العراقي يمنع أي قوة تهاجم دولة مجاورة مستخدمة الأراضي العراقية هذا مو دستور لو نمشي ويد دستور لو نقعد ونسكوت يالله الله يخليك فالسؤال يعني جاهزية أنت حسمتها جاهزية قوات البشمرق نحن حسمتها ما نعرف أنت قلتها يعني القوات السياسية المهم جاهزية قوات البشمرق قادرة على مثل هكذا مواجهة لا نهائيا ما يقدرون ما يقدرون أين دا قلك إلا إذا طلبهم لا أكو فرق أكو أمور مو كل شيء نقدر نتكلم بها هل أنت لو تسعى الشعب الكردي داخليا في نفسهم تسحب للمواطن الكردي بينك وبين تتكلم تقول لها تتمنى ذول يطلعون يعني قد يقول لك لا ما يتمنى لأنهم كرات يعني مع ذلك هم كرات سواء من تركيا أو من إيران أو هاي هم كرات هم نفس القومية فلذلك لا تتوقع الظاهر شيء أنا أقول لك الظاهر شيء والباطن شيء آخر ولا هو كان ممكن أن يقول لهم يا با إحنا هذه أراضينا وإحنا دا تأذى قرانا ومواطنين دا يتأذون ممكن نتغادرون هذه بحثين إذا ما غادروا إحنا أهل المنطقة وإحنا ندله زين ما مستعدين هم ويدخلون القتال ويانا الأرض مو أرضهم أخي زين لكن أتحداك واذكرها من عندي واذكرها بهذا اليوم مستحيل ندخل في قتال معهم أبدا لأسباب ليست مسألة قوة أو خوف لا لأسباب أخرى لأسباب نفسية لأسباب قومية لأسباب أخرى ما ممكن يعني هم وذول أكراد فلذلك المشكلة أنهم كيف تقنعهم يا با إحنا دا صير خروقات عدنا هل أنتم مرتاحين على هاي الخروقات ما معقول هسا قفل المخلب هايش وقت تقلاص وشقد راح نروح عدنا ضحايا زين وهسا أيام عيد الناس تريد تروح سياحة لأقليم منه راح يروح سياحة كلها تخاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر